اللجنة الطبية الاستشارية ومقرها مدينة بنغازي تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 حالة مصابة بفيروس كورونا 10 حالات من مدينة لبيار وأربع حالات من مدينة جدابيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومقره مدينة طرابلس أعلن من جهته اليوم عن ثلاث حالات وفاة من فيروس كورونا في مدينة سبهة ليكون إجمالي الوفيات 13 حالة وفاة وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجل أمس الاثنين تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 24 حالة موجبة لفايروس كورونا المستجد منها ثمان حالات في مدينة سبهة خمس منها حالات مخالطة وثلاث حالات جديدة وسجلت مصراتا أربع حالات جديدة فيما سجلت طرابلس تسع حالات جميعها مخالطة وتسجيل حالة واحدة في كل من بنجواد ولبريغا وجدابيا وفي ظل كل هذه الإصابات الجديدة والوفيات سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 13 حالة شفاء ليكون إجمالي المتعافين 116 متعافيا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر